السلام عليكم ازيكم شبابي لعلكم بخير وصح وعافية كل عام انتم بخير كل عام وانتم في صحة وسلام ونعيم من عنده ربنا رمضان خلص والحمد لله من ربنا وندعم الله عز وجل ان ربنا يتقبل منا ان شاء الله تعالى رمضان ويتقبل منا صيامنا ويتقبل منا صالح الاعمال بكرة العيد مش عايزين الناس تفكر في اي حاجة عيدوا واتبستوا وريحوا نفسكم خالص وطلعوا من المود وطلعوا نفسكم من كل الحالة اللي انتم كنتم موجودين فيها في الايام اللي فاتت عيدوا براحتكم خالص وبعد كده ان شاء الله تعالى من بعد العيد بيوم تمام نبدأ نفكر ونبدأ نستعيد نفسنا تالي والرتب الامور بتاعتنا واحدة واحدة في الايام اللي جاية وناخد بنا عشان الوقت ما يعدش مننا والسنة تضرب مننا من غير ما نكون واغدين بنا كويس جدا 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 بقول للناس الامتحانات مش بعيدة بنتكلم لو الوزير اجل لنا خمستاشر يوم فاحنا اصلا من غير ما نحس ضيعنا من الخمستاشر يوم دولة فترة خلال الفترة دي بسبب ان احنا حسنا للامتحان بعيد عننا شوي فنركز ان شاء الله تعالى خلال الفترة اللي جاية وان شاء الله تعالى توصلوا لكل الاحلاب والاهدف بتاعتكم ما ننساش ان شاء الله تعالى خلال يوم او اتنين هينزل لنا جدوى المعسكر الانقاذ المعسكر اللي هتلاجع فيه العرب كاملا من البداية للنهاية هنا على قناة اليوتيوب وهتكون اول الحلقات بتاعتم ان شاء الله تعالى هي حلقة البلاغة هنشرح فيها البلاغة من البداية للنهاية ولكن اركن كل الكلام ده على جنب واركن كل ما يخص المادة العلمية على جنب انا عايزكم تفرحوا تتبستوا خلال الفترة اللي جاية تفرحوا تتبستوا بالعيد وتاني بقول للناس كل عام انتم بخير كل عام انتم صحة كل عام انتم دايما في سعادة وصلت معكم للنهاية سبحانك اللهم وبي حمدك اشهدوا اللي اهلا استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته